هذا الفنان أفتخر بأنني قدمته أحمد عيد أحمد عيد بعدك على تواصل معه طبعا من أحد الناس النظيفة اللي بتسأل عليك عملت مع عملين عملت مع فيلم اسم وأنا مش معهم من أحلى الأفلام اللي أنا عملتها في حياتي واعتز وتنبأنا بكل مسافة يحدث وبيحصل وحصل وحاجة تانية اسمها أزمة سكر من أحلى في المسلسلات اللي أنا عملتها هذا الفنان تفاجأت بنكرانه للجميل بالله يبصي أنا يعني من غير دين حد اسم يعني ما كنتش تتوقع يتصرف معك كده تامر هاوسي تامر احنا نجحنا مع بعض احنا في 2009-2010 خدنا أعلى إيراد في تاريخ السامة المصرية في عمر وسلم تنيد بس هو رفض حتى أنك تعمل الجزء الثالث صح؟ نا رفض اعتقد تاب ليه؟ فكر جديد وخيال وإنت راجل كنت يعني متسمعش الكلام كنت بتصر على اللي إنت عايز تعمله وبعدين الحمد لله اللي أنا بعمله بان على الشاشة إن أنا كنت أعمل لك حاجة كويسة تفتكر إنه فضل محمد سامي يعني فضل أصل الهرم هاني متقلب الهرم دلوقتي المخرج بقى درجة ثالثة النجم بقى هو الدرجة الأولى النجم هو اللي بيجيب الكاست هو اللي بيجيب المخرج وهو اللي بيجيب مدير التصوير وهو اللي بيجيب مهندس الديكور وهي اللي بيجيب الأدوار السنوية والأدوار المساعدة والنجوم هو النجم دلوقتي بقى كل حال النجم بيقدم الموضوع بكل حال يعني تامر هو أصبح اليوم بدير المخرج؟ طبعا يعني هو بدير محمد؟ لا مش بديل محمد محمد مخرج بس محمد كان عنده فكر تناوله في الموضوع كان عاجبه كان عاجب تامر أنه هو يغني راب أنه هو يغني شعبي أنه هو الفور من نفسه بتاع الحكاية كان مختلف شوي أنا لعبته في منطقة اجتماعية علاقة زوج بزوجة بيخون مراته وهو حاجة إنسانية اللي بتخش لقلبك يعني اللي احنا تعلمناها على مدى عمره وفيها الـ وفيها كل حاجة فيها كل حسيس فيها كل يعني إنما هو سامي كان عنده منطقة تانية هو بتاعته يعني هو شاطر فيها ولعب يعني أقنع تامر بالحكاية فكانت بالنسبة له صاحب لما جيه كلم المنتج قال له لأ أنا عايز أحمد يكمل إحنا نجاع نبي أحمد قال له معلش ده فكري تاني وموضوع تاني وشكري تاني وفيزول تاني صورة غير عاتبته؟ لا ما كلمتوش؟ لا ما عاتبتوش قابلت مرة قابلت مرة فرح كان فيه إسماعيل فاروق بس مش فاكر هو الآخر الجبز الأول ولا كم مين وأنا فرح ما قدمنا إحنا الاتنين أدي عمر وسلم واحد وعمر وسلم اتنين فده بس الموضوع ده الموقف اديت ديقت فيها الفترة لا ما ديقتش انا ما بعرفش يعني أنا مشكلتي في حياتي أما بنام واصح يوم جديد يبقى خلص مشاكله ما شكله معاش ما بعيشش بيه بتجربته لتامر بالإخراج ما تفرجتش على الفيلم ما شفتوش؟ لا أكون كذاب لو قلتلك ما بقدرش أحكم على حاجة من غير ما شوفه طيب هذا الفنان أتنبأ له بمستقبل كبير معلي ربيع هذه التصرفات أندم عليها والله ما ندمدش على أي تصرفات لأن أنا بقولك أنا بتعامل مع الناس بصدر راحب جدا ما فيش حاجة من بعد كل هالعمر والتجربة بتقول لو تصرفت بشكل تاني أو بشكل آخر يعني احتمال لو كنت علاقت بالناس كويسة وما بتعصبش وزي ما بيقولوا دلوقتي يعني لا عمد عصبي أنت ده اللي بيتقال عنك ده مشكلتك ده ممكن يكون سبب بعد الناس عنك هو مين مش عصبي أنا عصبي بس بأدب لا في ناس بتكون في ناس عصبية بقلة أدب بسب بإهانة أنا مش كده أنا عمري ما باهين حد أنا كل الناس من أصغر أنا بعض مع العمال أكل على الأرض ما عنديش الحتة دي خالص 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 يعني تمام